أطلع الجواز واستنين من معيد خروج في معاد دخول في معاد واحدة معامل يجري 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 عشان نلحى البيت عشان ما تقولش انتكرت بيه ايه ده اللهي العظيم تلاتة الواحد اقعز كدا يعمل تصورك يجمع كل الرجالة مع الجوزين وانطلق كلنا فينا واحدة نبقى طلقاء طلقاء وهم مطلقات مش مقابلشين كده أنا وبص شوفت المطلقات شوفت المطلقات وإحنا طلقاء مش عارف مش عارف يوم أتجوزك ده كان يوم شكله إيه كانت هربانة مني ولا إيه ولا كنت مجنون أساساً عكنين علي ليه مهار عكننة معلقة محليل فدرعتها محليل عكننة تعكنن على حواليها حاجة غريبة مالهاشت الحرية وحده هو عازل بيبقى زي الفل زي الفل يبرفل نفسه ويحلق دانه ويساشور شعره ده بلال شعره دي وكده بقى واحسين في شعرك دي يا سلام الواحدة من دول أول ما تكتب الكتاب أول ما تكتب الكتاب والمقزون يخط بعض ويجري وهي تبقى كائن تاني خالص كائن شرس كائن شرس فزيا تكتب الكتاب 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 قالتو يا خالتو يا خالتو كما ما يتبول ولا ايه يلا المحضر بقى الفطر وهم يسفوا براحتهم أنا هنا هنا يا أمي الحالات لا عايزة يا أهولا كتبان محلم بعيش أمي يا خالتو يا خالتو يا خالتو ايه ايه الدوش اللي انت عاملها دي صباح الكريخ يا باي مش معقول صباح النور يا اختي كويس انت جيت مالك يا خالتو شكل كده مش عجبني كده ممصوص عندي صداحي موتني لا لا بقولك ايه انا جاي بطبق فول هخليك ترقعي كده ومعاه شوية بتنجمي خالل وقرنين فلفل تبقي أمور هتجي لكده في الشق انت ايه انا مش فاهمة انت بفيش في دماغي غير الاكل مش معقول بجد ارحمي نفسك انت بقيت يا عاملة زي التلاجة بالصبت قص عليك يا خالتو قص عليك ما كنتش تخيل ان الاهانة تجي منك انت وبعدين لعلمك بقى انا بامشي كده هو في الشارع حلوقي في البنطلون الرجالة كده يتنطور وورايا ويعكسوني يا حرام عشام ابليس في الجنة الفكرة يا خالتو انت فاهماني غلط هو انت فاكرة يعني ان الرجالة بيحبوا الستة المعرقابة المعصعصة خالص الراجل من دول بيحب الستة اللي عندها فليكسبلتي عشان تقدر تكمل وتواصل معاهم المشوار طب يا فالح روحي بقى انت حدري الفطار ولا اقولك ساني 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 انا اللي هروحي حدر الفطار وانتي قومي صحي اكمل بس ده ابعديه خالص عشان ما يموتش من الريحة كفاية دي انتي بس ونبي مش ويش ايه دي ها لا لا متليش والله سلامتوا من الخبضة دي انا ابوسي عصفورة بتصحي متليش طب يا روحي يا الله حبيبتي يا أكمال يا غرب عليك يا أكمال يا نهو تعليم راكبك صبliestاد العين يا خالدي ايه ده ايه ده يا جي ده خالك عيني قط النوم انت ايه اللي جابك هنا والبحث اية هنا هنا انتم مين احنا بتقسمك السمك ايه ايه اللي بتقنработ غرط يا عايزة مهو لا العين يا خالدي ده مجلس وابني كيل halls اللي ما اعمالهم بعاية ايه ده ايه مين انت؟ مين انتم؟ وبهم يا جسمة وبهم يا جسمة ده حتاب! إيه اللي انت عامله ده؟ على سرير يا كلم سريرك إيه ما انت كنت معايا بابا؟ بس على سريرك يا كلم سرير إيه بسه بابا؟ كابي اتنين من غير ما تقولي قوم عامل دهب لك قوم فوق فوق! فيه لوبك؟ حضرتك إنت اللي قلتنا تعانمه على السرير أنا ما أعرفكمش لا حضرك العزمتنا على السرير وأنا عزمك على سرما مترو؟ في إيه؟ أنا ما أعرف كيش؟ حضرتك ليه؟ البدنا ما فيهوش خصوصية؟ إن حقيقي أخلتي تعالي أجوة ابنك بعد ما أقستلو بيهو خني إيه يا لasing ايه بتبعى علي ليه على الصفح؟ مش بقمة يا نهارك إسود إنتي و هي إبنائيل بستين نيلا؟ يا نهارك إسود بستين نيلا؟ يا نهارك إسود بستين نيلا?" يا نهارك إسود، بستين نيلا؟ تماث 창ات سود إيه ده إحنا وفين في موقف ولا؟ ولا قلتنا畫 موقف عينك إنتي و هيّك إ؟ يا قريلات الآدم؟ يا قريلات الآدم؟ يا قريلات الآدم؟ خبك كده يا ماما طب يا مدام بصي حنفطر ونمشي على طول فترك عزرائيل يا جا قومي يا بابت قومي 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 يلا يلا أرجوك محترم يا عرلات الأدم أيدا طب دينا فرصة نحكي لك اللي حصل ما تقوليش اللي حصل ما تقوليش يا بنت اللي حصل أنا عارف ايه اللي حصل ده ابني وأنا مربيه وعارف يحصل منه ايه ها؟ ياصد مرتوليش ليه مكشي يا بابا والله ما الحين نعمل حاجة موكماندت أقبل يا عم والله إيه اللي مريك سيبوني سيبوني عليها أختي وقتين عليها هلواتها أخذ ميني اللي خلتش بات أخذ مينوتا عاي انتي كمان إحنا غضرين أصلا من الأول اللي إحنا سمعنا كلامكو يالله يا ماما أيوه إحنا يازم نمشي فيه غلط هنا احنا بنتهزق I see يالله 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 هالله 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 one هالله هالله اتبلغ الملس يا بابا يا بابا يا بابا احصول يا بابا هل غلوكوز حصير هاشت فكر يا بابا الحالي عيب عيب يا جماعة عيب ده بجل الجار تقدري تقولي هي هنعمل ايدي الوقتي؟ هننزل الشارع بالبيجامات كده؟ ياريتني ماسمعت كلامك بالأول يا ماما ياريتني ماسمعت كلامك دور علي تلقاه يالي عينيك شايفاه وبرضو بتدور ماما انت معاك المفتاح؟ اههه وسايبقنا اتبهدل طول الليل بشكل ده ليه؟ عندي خطة في دماغي بتاكتك بتاكتكي؟ طب ايه رأيك بأن انا مش هاعد في العمرة دي ولا ثانية ولا هاعد في الشقة دي وهارجح شايتنا القديمة يا ماما يا بيت انت ليه طول عملك كده غبية؟ يا بيت امشي ورايا امشي ورايا تفلحي في دماغي خطة وحفاهمهالك خطت ايه يا ماما؟ بقى معاك المفتاح طول الليل وسايب شوية غاجر زي دول يبقى بلولنا كده ليه؟ ايه ده؟ ليه يا ماما؟ فين شنطنا؟ شنطاتنا وهدمنا كمان ايه ده؟ يالله هو دي الحصرة اوه 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 لو عتبتوا عندنا تاني هسفلكوا الله يسمحك يا عواما انت سوف وكل اللي بيحصل هنا ده بتعملي فينا كده ليه بس؟ ليه بس افهم؟ ما انا اه ما انا عصي كنت لو كنت ولتلك على الخطة بتاعتي مكنتش عتوافقي خطة ايه بس؟ اه قطة الناحية انا اتعرف على الجران يعني وفيه حد يتعرف على حد بالشكل ده؟ ما عصي انا كان في دماغي حاجة بخصوص العريس بتاعك يعني عريس هو بقى خاص العريس بتاعي اه ولد كويس قوي ولد محترم قوي لو كنت قلتني مكنتش عتوافقي اوفق على بيه بس يا ماما اصلا اول ما جيت اشوف الشقة وعينها لفت نظري عربيته بدلته وسعته جزمته وانش عارف انا من اخري دي تجيب ايه الشياكة عن بعد عجبني قوي الولد اسمه اكمل حسين فهمي ابوه عنده مصنع ملابس حريمي هو عند مكتب ديكور في قشك حتة فيك يا بلد بيجهزوا في الليتهم بتاعت التجمع والخمس في اللي ايه تشرح القلب في حتة جنينة يجري فيها الخير وهم عادوا في الشقة دي بشكل مؤقت مع ان الشقة دي شقة شقة ما تنسبش وليلي ده عريس لقطة ولا مش عريس لقطة؟ انا مش مصدقكي بكات مش معقول هو ايه اللي مش معقول؟ انت عايشة في الحلم الوردي انت بيت عبيطة مش فاهمة اسلوب الحياة خدي خبرتي وانا بقى مش هتجوز حد إلي اذا كنت بحبه بقى يا ماما حب حب يا يا اما حب جاتك خيبة عليكي وعلى حبك اما انا كنت بحب ابوك يا بيت عملت ايه؟ استفدت ايه؟ ده احنا ما كناش حتى عارفين نجيب شقة بليك قولونا ان انا كنت باشتغل وبساعده كان زمانك حضرتك متعلمتيش